اشتركوا في القناة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى يشير إلى هؤلاء القوم الذين أخلفوا العهود والمواثيق كما تقدم أنهم بنوا إسرائيل أنهم اليهود الذين أخذت عليهم العهود المغلبة والمواثيق ومع ذلك أخلفوا هذه متقدمهم ومتأخرهم والله سبحانه وتعالى حين أنزل هذا الكتاب العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم بكر اليهود بما في كتبهم وما وقع من أسلافهم ثم هم وقعوا فيما هو مثل ذلك وأشنع منه كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم في نقض العهود والمواثيق وأنهم يقتلون أنفسهم ويخرجون أنفسهم من ديارهم ويتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأنهم بعد ذلك يفادونهم وكل هذا كفر بالكتاب وبأكثر العهود والمواثيق وإيمان بقليل منها وهذا تناقض منهم والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك أن فعلهم هذا كان لأجل شراء شيء بخص قليل هيّ لا قيمة له في الدنيا فهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فجعلوا الآخرة سلعة فباعوها وجعلوها ثمنا والباء تدخل على الثمن ولهذا قال بالآخرة فكأنهم جعلوا الآخرة ثمن للشيء الذي اشتروه بها من الدنيا تقول اشتريت طعاما بدرهم فأنت أعطيت الدرهمة وأخذت الطعام كذلك هم أعطوا الآخرة التي هي عاقبة المتقين هي عاقبة المحسنين لمن أحسن في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر لكنهم كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين غرقوا في الضلالة أولئك الذين نقضوا العهود اشتروا والشرى يطلق على البيع اشتروا الحياة الدنيا ولهذا قال الحياة الدنيا سواء كانت مالا أو كانت رئاسة أو شرفا مما يطلبونه من أمور الدنيا فهي متاع قليل ويكون نكدا على صاحبه حين يجعل العوض هو الآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة سمها دنيا فهي دنيا من جهة أنها دانية وناجلة ومن جهة أنها تكون قبل الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ما قيمة هذه الدنيا التي مآلها إلى العذاب الأليم العذاب الشديد ثم قال وفلا يخفف عنهم العذاب هذا إشارة إلى عذاب الكفار إشارة إلى عذاب الكفار وهو العذاب المهين وإلا فقد يعذب أناس من أهل الإسلام وأهل الإيمان قد يعذبون بمعاصيهم ثم بعد ذلك ما آلهم إلى النجاة أما هؤلاء فلا يخفف عنهم العذاب وما هم بخارجين من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ولهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون لا ناصر لهم لا شفاعة لهم لماذا؟ لأنهم قطعوا هذا الباب ووقع عليهم العقاب الذي لا حيلة لهم فيه فوقعوا في الشرك والكفر أما من كان من أهل الإسلام والإيمان فمآله إلى الخير والصلاح مآله بعد ذلك حين إن أراد الله سبحانه وتعالى عقوبته مآله بعد ذلك إلى الجنة قال فلا يخفف عنهم العذاب لا ناصر في ذلك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ينادي سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد أنه لا ملك الملك لله والأمر لله فيقوه ويجيب نفسه لله الواحد القهار ولا ناصر للعبد ذلك إلا ما جاء به من عمل مما يرتضيه سبحانه فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون في ذلك اليوم كل يقول نفسي نفسي حتى الرسل عليه الصلاة والسلام فكيف الحال بمن جاء بما يقطع أمره عن الجنة يكون من أهل الخسار والوبال قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم كذبتم ففريقا بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد اللام هذه مع قد يقولون إنها جوابه قشم أو تشعر بالقشم وقد حرف تحقيق لا محل له من الإعراب وهي تأتي لتأكيد المقام ويقال ولقد آتينا موسى آتينا موسى الكتاب هذه تنصب مفعولين موسى مفعول أول وعلامته وهو علامة الفتحة المقدرة الفتحة المقدرة لأنه اسم مقصور الكتاب مفعول ثاني ولقد آتينا موسى الكتاب أعطاه سبحانه وتعالى التوراة وكلمه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وشرع لهم الشرائع العظيمة ما فيه صلاح وفلاح فآتاهم سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب عليه الصلاة والسلام وهي التوراة وقفينا يعني أنه سبحانه وتعالى لم يتركهم في جمن من الأجمان بلا رسول بلا نبي بل تتابع عليهم الرسل الأول فالأول يأتونهم الرسل لكن هؤلاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا يحكمون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام إلى جمن عيسى عليه الصلاة والسلام ولها قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده من بعد موسى قفينا يسيرون خلفه ويقفونه منه قفو الشيء وهو الشير خلفه قفوته لانا إذا شرت خلفه ولقفينا من بعده بالرسل والمعنى أنهم يدعونهم إلى دين الله وذكرونهم بشريعة الله سبحانه وتعالى فلم يتركوا سدا ولا هملا سدا ولا هملا وقفينا من بعده يعني بعد موسى عليه الصلاة والسلام بالرسل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وآتينا عيسى بن مريم البينات أيضا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام وحرم عليهم أشياء لكنهم حاولوا قتله حاول ابنه إسرائيل قتله فهم لم يسلم منهم الرسل الأنبياء فقتلوا من قتلوا منهم قال وآتينا عيسى بن مريم البينات البينات يشمل ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الكتاب العظيم وهي الإنجيل والبينات والآيات من إحياء الموت وأيضا يخبرهم بما يأكلونه وما يدخرونه كما قال سبحانه في سورة المائد لما قال كن عمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروحي القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون ضيرا بإذن وتبرئ الأكمة والأبرص بإذن وتحيي الموت بإذن وإذ كففت عنك بني إسرائيل الآية المقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية تأييده بروحي القدس وذكر الآيات في سورة المائد ذكر الأمرين هنا قال وآتينا عيسى بن المبينات وأيدناه بروحي القدس وذكر أنه آتاه التوراة والإنجيل فهو مؤيد بالبينات والبينات يشمل كما تقدم ما أعطاهم من الكتاب وهو الإنجيل ويشمل أيضا البينات وهي الآيات والدلائل العظيمة التي يرونها ويشاهدونها وأيدناه بروحي القدس وأيدناه بروحي القدس هذا قال بعضهم إنه الإنجيل والأظهر أنه غيره لما تقدم في أن هنا قال لنعطف البينات على وأيدناه بروحي القدس وذكر في تلك الآية آتاه سبحانه وتعالى علمه الكتاب والحكمة وذكر أنه أيده بروحي القدس وروح القدس لأظهر أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وعلى هذا جماهير مفسرين هذا اختيار ابن جريل وأيضا يدل له ما ثبت في الصالحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنها أن حسان بن ثابت كان ينشد في المسجد فرآه عمرك المنكر عليه فاستشهد أبا هريرة قال أنشدك الله ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس معك أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ذكر روح القدس قال نعم قال نعم وحسان وجبرين رسول الله ليس به خفاء وكذلك أيضا في حديث عائسة المعلق عند البخاري الذي رواه مجزوما أنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان من برا ويقول أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك هذا يبين أن روح القدس هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم كلما كن هذه كلما ظرف تتضمن الشرط معنى الشرط والاستفحام أفا هذا استفحام توبيخي إنكاري ينكروا وابيخهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم وستكبرتم طلبتم الكبر طلبتم الكبرياء لأن الاستكبار الألف والسين والتاء تدل على الطلب استكبرتم ففريقا كذبتم هذا مفعول مقدم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذه سيرة وطريقة اليهود مع أنبياهم عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء فكيف مع أصحابهم وقومهم كما ذكر الله عنهم تقتلون أنفسكم وتخرجونهم ذكروا أنهم يقتلون أنفسهم ويخرجون أنفسهم من ديارهم جمعوا بين قتل النفوس وإخراجهم من الديار والتظاهر عليهم فلم يبالوا بهذا فإذا كانوا يقتلون الأنبياء فلا يبالون بأن يقتلوا وأن يسفكوا دماءهم يسفكون دماءهم يخرجون أنفسهم من ديارهم ولهذا قال فريقا كذبتم يعني إما أن يكذبوا الرسول وإما أن يقتله وكل هذا وقع منهم كذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام وقتلوا بعض الأنبياء ذكروا زكريا ويحيا وشعيا وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن أرسلوا وبعثوا إليهم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون قلوب قاسية نبت عن الحق وأعرضت عن الحق ولها ذكر الله عنه كما تقدم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معلون تولوا بقلوبهم تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم فهم معرضون عن الحق معارضون للحق مكذبون لأهل الحق جمعوا بين أنواع الإعراض الإعراض والتكذيب والمعارضة والإفتراء كله جمعوا عياذا بالله من حاله ولهذا يحذر الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام من حاله وجاءت الأحاديث الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ومبالغة في كبرهم وكبريائهم يقولوا نحن أغنياء رسالتك يا محمد لا حاجة لنا في رسالتك لا حاجة لنا وقالوا قلوبنا غلف كما ذكر سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا غلف وقرئ غلف لكن القراءة هنا وقالوا قلوبنا غلف غلف في غلاف كما قال سبحانه وتعالى قالوا قلوبنا في أكنة مما تجعوننا إليه وفي آذان نق من بين وبينك حجاب والعياذ بالله قلوبنا في غلاف في أكنة لا نسمع ولا نعي لك هذا هو ظاهر الآية وقيل أن معنى قلوبنا غلف يعني ممتلئة بالعلم فنحن أغنياء عن رسالتك لكن يظهر الله عنه مقالوا ذاك كبرا وإعراضا ونحن لا نسمع وفي قلوبنا في أكنة صمت عنك لكن كذبوا في هذا ولهذا جاء بحرف إضراب سبحانه وتعالى بل لعنهم الله يكرونهم بل هم الذين أعرضوا وجحدوا وهم مستيقنون بالحق عارفون في قرارة أنفسهم لكنهم أعرضوا عن كبر ولهذا لعنوا جزاء وفاق وما ربك بظلام للعبيد بل لعنهم الله بكفرهم فجوزوا بإعراضهم بأن زادوا عتوا وظلالا في كفرهم وظلالهم بل لعنهم وطردهم عن رحمة سبحانه وتعالى بإعراضهم بكفرهم فقليلا ما يؤمن والكفر كما تقدم هو الجحد والتغطية لأنهم غطوا الحق وهم يعلمونه من كفر الظلام النجوم منحو ذلك لأن مادة كفر تدل على هذا المعنى وهي الشتر والتغطية بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ما هنا لتأكيد المقام والمبالغة في قلة إيمانهم أي لا يؤمنون أصلا أو أن المعنى فقليلا ما أن المؤمنين منهم قليل الذين قبلوا الحق قليل ممن من الله عليه بن هداية وأقبل وعلموا أنه على حق عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن سلام وزيد بن سعنة وكذلك وآخرون غيرهم رأوا الحق فأقبلوا وأشلموا فقليلا ما يؤمنون ولا شك أن اليهود طريقتهم هذه كانت من أعظم أسباب الظلال لهم وليأتباعهم لأنهم حرفوا الحق وجحدوه ولهذا بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب العظيم وهذا القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام لجميع الناس لجميع الناس وهو آخر وهو دين الناس لجميع الأديان ورسالة عامة ولهذا قال بعدها سبحانه وتعالى ولما جاءهم يخاطبهم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يعني هذا الكتاب جاءهم ويخاطبهم كما يخاطب غيرهم وهو القرآن ولما جاءهم يعني حين لما معنى حين لأن لما هذه تتصرف أحيانا تكون ضرفا بمعنى حين وأحيانا تكون حرفا جازما وأحيانا تكون حرفا حرفا للحصر إذا دخلت على مضارع فإنها تكون ضرفا كما هنا ولما جاءهم يعني حين جاءهم إذا تلاها المضارع فإنها تكون معنى حين وتكون ضرفا منصوبا في هذه حال لما جاءهم معنى حين وإذا دخلت على مضارع كانت جازمة لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره لما يقضي فعل مضارع مجزوم عن جزمه حذف لأنه اسمه فعل معتل ليقضي بالكسرة يعني بدون وليا ولما حرف مثل لم حرف جزم لكن زيد فيها لألف ما لما مدت ولما زيد فيها مبنى زادت في المعنى كانت جازمة هي حرف نافي وجزم وقلب فهي تنفي لما يقضي وتجزم كما هو مجزوم وقلب لأنه المضارع للحال والاستقبال فتجعله للماضي لم يقضي فيه ما مضى لما يقضي ما أمره وتكون بمعنى حرف بمعنى إلا كما في قول سبحانه تعالى إن كل نفس إلا عليها حافظ إن كل نفس يعني ما كل إن كل نفس إلا لما عليها يعني إلا عليها حافظ لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ هذا معنى فتكون حرفا إن كل وعلى هل تكون كل مبتدى كل نفس ونفس مضاف إليه وعليها حافظ مبتدى وخبر عليها الجار مجرور متعلق بخبر وحافظ مبتدأ مؤخر وجملة المبتدأ والخبر خبر كل وقرأ إن كل نفس لما عليها فعينك فعلى هذا ما تكون إن نافي إذا خففت إن إذا دخلت اللام لما تكون في هذه الحال إن مخففة من الثقيلة وإن شددت تكون إن نافية والإعراب واحد لكن إذا شددت تكون نافية وإذا خففت تكون لما تكون إن مخففة من الثقيلة ولهذا دخلت اللام حتى تبين تفرق بين النافية والمخففة من الثقيلة خففت أن فقل العمل وتلجم اللام إذا ما تهمل تلجم اللام في الخبر فقوله وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ جَاءَهُمْ كِتَابٌ عند الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ مُصَدِّقٌ بل لعله يأتي إن شاء الله نعم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ وغاية في الظَّلَال جاء القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى يعرفونه أنه حق ويعرفون أنه صدق لماذا؟ مصدق لما معهم وصفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في كتبهم حين يرونه يعرفونه ولهذا أحبارهم والذين يقرؤون الكتاب منهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام عرفوه أشد مما يعرفون أبناءهم وأولادهم كما يعرفون أبناءهم أبلغ مما يعرفون بل يعني ذكر الله عنهم سبحانه وتعالى ذلك وأنهم كما يعرفون أبناءهم عرفوه فلما رجعوا قال بعض والله إنه لكن لا نؤمن لا نؤمن كنا نظن أنه منا لكن صار ليس منه صار من بني عمهم من بني عمهم من العرب العرب أبناء عم لهم لأنهم كلهم أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام البنو إسرائيل أبناء إسحاق والعرب أبناء إسماعيل فلما صار ليس منهم من العرب من بني عمهم جحدوا واستكبروا ولهذا قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم للذي معهم صدق يشهدون به ويعرفونه واعترفوا بذلك إذا تمعوا مع بعضهم قالوا ذلك هذه عادة يعني الكفار حين يحانوا إسلام وخاص خصوصا المنافقون منهم وقد يظهرون الإسلام وكانوا من قبل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يستفتحون يستفتحون على من على الذين كفروا من الذين كفروا يستفتحون يستنصرون يقولون للأوس والخزرج في جاهليتهم في حال ضلالهم إذا تقاتل كانوا يكون بينهم قتال وكان الأوس والخزرج ينتصرون على اليهود ويقتلونهم فكانوا يتعزون يقولون لكن سيأتي نبي سوف نقتلكم معه يقولون دائما ذلك لهم في الجاهلية يخوفونهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وبل كانوا يحدثون الأوس والخزرج الأوس والخزرج سائر كفار العرب كانوا هالجاهلية وهالشرك لا يعرفون بعث ولا نشور لا يعرفون هذه الأمور هؤلاء الكتاب هالعلم يعرفون الجنة والنار والرسل والبعث والنشور بل كانوا يحدثون أحيانا عليهم روى الإمام أحمد رحمه الله من طريق بسناد جيد عن محمود بن الربيع عن سلمة بن سلامة بن وقش الصحابي رضي الله عنه قال كنا في فنائي في فنائنا يجتمعون عادة العرب يجتمعون في الفناء يتحدثون قال وكنت غلاما صغيرا وكان فيه الكبار من العرب الأوس والخازر يجتمعون في أفنية الدور يتحدثون فأتانا رجل من اليهود لأنهم مجاورون لهم وعندهم وجاءوا إلى المدينة لأنهم جاءوا إلى المدينة وتفرقوا من هنا وكانوا يعلمون أنه سوف يبعث نبي من هذه المنطقة ويعرفون وكانوا جاءوا إلى هذه المنطقة فجاءهم هذا اليهودي وهم يتحدثون فقال لهم إن خلفكم بعثا موتا وبعثا ونشورا وجنة ونارا يحدثهم فقالوا أوى صادق أنت أننا سوف نبعث سوف يكون جنة هنا قال نعم وإن أحدهم يود يعني من أهل النار أنه أدخل في تنور نار وأطبق عليه مكان نار جهنم قالوا ماذا تقول يا رجل قال نعم وإنه نبي سيأتي قد أظل جمانه وسوف نقاتلكم معه يعني يقول لهم قالوا له متى متى عندهم علامات فنظر إلي يقول السلمة بن سلم وقش وكنت غلاما صغيرا قال إن يعش هذا الغلام حتى يدركه الهرم أدرك أو خرج هذا النبي قالوا فلم تمضي سنون حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة فآمن الأوسو والخجرج والأنصار رضي الله عنهم وأسلموا فكانوا يذهبون إليه وإلى اليهود فيقولون لما لم تؤمن لما قال ليس به ليس به ليس الذي نعرف جحدوا بذلك لأنه كما تقدم ليس منهم فقالوا فأعرضوا كبرا هذه رسالة والله يختص برحمته من يشاء والرسالة كل الناس وله قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون عليهم سوف نقتلكم معه فلما جاءهم ما عرفوا ما عرفوا هذا النبي عرفوه كما يعرفون وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون كتموه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جهدوا فلعنة الله على الكافرين لعنة الله على الكافرين الجاهدين فلهذا كانوا يستفتحون على الذين كفروا ثم آل بهم الأمر إلى أن صروا على الكفر والضلال عياذا بالله من ذلك وما منعهم من ذلك إلا الكبر والحقد وكما تقدم أنه لأمور من الدنيا آلة تأولوا بهم إلى عذاب مهين وإلى عذاب أليم عياذا بالله من ذلك وهذا كله تذكير وعبرة وعظة لأهل الإيمان أن يشركوا طريقة أهل الكتاب وكذلك أيضا فيه تحذير وبيان أن الواجب واتباع الحق والأخذ بالحق وعدم التعصب ولهذا ذكر كثير من أهل العلم أن من طرق أهل الكتاب التي حذر منها هو الحذر من صرف الآيات عن ظواهيرها وكثير من هذه الأمة من الفرق الضالة ممن حرف خصوصا في باب الأسماء والصفات سلكوا هذا المسلك فحرفوا وصرفوا الآيات عن ظاهرها ولهذا كثير من هذه الضلالات وبعض أنواع من التأويلات ترجع إلى قوم من اليهود عيادا بالله من ذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يمنى علينا وعليكم عنافع الصالح من يكرم آمين وصلى الله وسلم على مبينا محمد ترجمة نانسي قنقر موسيقى